وضمن الاستحقاقات الاقتصادية الملحة كشفت وزارة الموارد المائية عن خيارات لمواجهة شح المياه بتقليل الاعتماد على المياه السطحية من خلال تحرية مياه البحر ومعالجة وتدوير مياه المبازل والمياه الثقيلة واستخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من المياه الجوفية وتتزامن هذه الاستراتيجية مع عودة الدفء للحوار العراقي مع تركيا وإيران حسب المتحدث باسم الوزارة علي راضي مضيفا إن الدعم الحكومي الكبير لهذا الملف سيكون تأثيره إيجابيا في ديمومة ونجاح العراق في تحقيق مطالبه في الحصول على حصة عادلة من المياه وعشار راضي لخطة واسعة لإنشاء سدود صغيرة يتم من خلالها الاستفادة من إيرادات العراق المتحققة من الأمطار والسيود الواردة من الوديان ومنخفضاته فضلا عن جانب التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الرأي لتلبية متطلبات الزراعة في الموسم الزراعي الشتوي وتلبية متطلبات المياه الخام بمحطات الإسالة في مياه الشرب ترجمة نانسي قنقر